بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الدرس التاسع عشر بكرس الميكرو كنترولر STM32 المعتمد عنوات ARM Cortex M4 في الدرس النهاردة نشوف ازاي نقدر نعمل انترفيسنج دي التمبريتشر سنسور DS18-B20 باستخدام السينجر واير هاف دوبليكس عن طريق اليو ارت طبعا التمبريتشر سنسور DS18-B20 هو عبارة عن ديجيتال سنسور وزي ما احنا شايفين فيه الصورة اللي قدامنا هنا التمبريتشر سنسور موجود على breakout board ودي فيها الالكترونيكس او المقاومات الخاصة به بحيث ان احنا نقدر نوصلها مباشرة بالميكرو كنترولر التمبريتشر سنسور طبعا ده ديجيتال وبإثلان ضربة الحرارة بالسليزيوس والرزيوسن بتاعه من 9 بيت ل 12 بيت طبعا كل ما بيزيد البيتس الخاصة بالتمبريتشر أو الرزيوسن بتاعه بيزيد وبنقدر نيز درجات حرارة قليلة التمبريتشر سنسور فيه موجود في الروم وده بتحلينا ان احنا ممكن نعمل انترفيسنج لأكتر من تمبريتشر سنسور على باس واحد حيث ان احنا نقدر نعمل ايدنتفيكيشن لكل سنسور فيه ونشوف درجة الحرارة اللي بيز بيستخدم عادة السنسور ده في تطبيقات اللي احنا بنحتاج فيها نعمل مونيتورنج لدرجات الحرارة زي انظمة التكييف اتش باك ويستخدم كذلك في بعض الاجهزة وبعض الماكينات ده بلوك دياجروم للسنسور او المكونات الداخلية للسنسور عندنا هنا فيه البرازايت باور سيركت وده من خلالها ان احنا ممكن نعمل باورنج للسنسور بدون وجود باور سابلاي اكسترنال عن طريق السنسور بياخد الباور بتاعته من الداتا لاين فيه عندنا هنا الروم ودي اللي موجود فيها الاربع وستين بيت اي دي الخاصة بالسنسور وفيه هنا السكراتش بات ودي عبارة عن رام ومتصلة بيها هنا منطقة فيها اي بروم ودي بيكون موجود فيها الالارم تي هاي و تي لو وكذلك موجود فيها الكونفاق اول حاجة عشان نستخدم السنسور لازم نعمله باورنج زي ما قلنا فيه طرقتين له الباورنج الاولى عن طريق ان هو ياخد الباور بتاعته من الداتا لاين او من السنجل واير باس وده بيسمى البرازايت باور او البرازايت مود النوع الثاني اللي احنا بيستخدم فيه اكسترنال باور سابلاي ودي الحالة العادية او طريقة التوصيل المعتادة بالنسبة للرام منكونة من ثلاثة اقسام فيها اول حاجة اول 8 بيت فيهم عبارة عن الفاميلي كوت وبعدين 4 48 بيت وده خاصين بالserial number وفي الاخر عندنا 8 بيت او الرقم 8 بيت ومنكون الرقم 8 بيت الجزء التاني في الميموريز ويلي هو السكراتش بات ودي عبارة كما احنا شايفين 8 بيت او 8 بيت فيهم الداة وبيت الرقم 8 او الاخير فيه والثمانية بايتس بالنسبة للتيهاي والتيلاو وهما خاصين بالالارم ويكونوا متخزنين في الإيبروم ولما بنعمل باورينج للسنسور بينطقلوا من الإيبروم للسكراتش بيت اول زي ما شفنا اول اثنين بايتس في السكراتش بيت وكانوا خاصين بالتمبراتشر لدينا نقوم بايتس ودراجات زي ما شايفينهم هنا في الصورة اللي قدامنا بايتس 11 ل 15 ودراجات خاصين بالسين لانه ممكن السنسور يقدر يقضر إيس درجات حرارة بالمينس والبايتس من 0 ل 10 دراجات خاصين بدرجة الحرارة عندنا اول 4 بايتس دراجات خاصين بالجزء الفراكشن او البعد العلامة العشرية ومن 4 ل 10 ودراجات خاصين بدرجة الحرارة طبعا هنا عندنا درجة الحرارة علشان نقسها بيكون في عندنا هكس كود وده اللي بيرسله لنا السنسور فعلى سبب مثال لو السنسور ارسل لنا البايت رقم 16 وكان بواحد فالبايت رقم 4 سوري وكانت كمت بواحد فعندنا هتكون قيمة الهكس او التمبراتشر اللي احنا نستقبلها هتكون ب 16 وعلى شان نحولها بسليزيوس فهنا نسمى على 16 فهدينا درجة الحرارة درجة واحدة سليزيوس ثاني ريجستر وده بيكون في 2 بيتس رقم 5 و رقم 6 وعن طريقهم بنحدد سواء من 9 بيتس لـ 12 بيتس الديفولت بتاع السنسور او الباور اون بتاعته بيكون معمول لها وفي الحالة دي الكونفرشن تايم اللي هيحول في درجة الحرارة الانالوج اللي هيقسها لديجيتال سيكون 750 ميلي ثانية علشان نقدر نوصله بالميكرو كنترولر طبعا هنستخدم الـ UART وهنستخدم فقط الـ TX الـ RX مش هتكون مستخدمة وهنستقبل الـ Data وطبعا عندنا هنا الـ Pull Up Resistor وناخد بالنا ان احنا لازم نعمل لـ TX انها تكون في حالة Open Drain طبعا ده الـ Open Drain بيضمن لنا ان الـ Micro Controller ما يطلعش اي فولت بحيث ان هو ما يعملش مع اي حاجة تاني او اي سنسور تاني على الباس لو على تبيبي مثل السنسور هيتطلع فولت والـ Micro Control وكذلك هيطلع فولت من يعمل او ممكن تحصل فعلشان نضمن ان ما فيش اي مصدر او يكون في مصدر وحيد للفولت في على الباسة بنستخدم الـ Pull Up Resistor وبيكون فحالتنا ده بيكون طبعا اكسترنال فعلشان كده الـ Configuration بتاعنا هنعمله عن طريق Open Drain وفي نفس الوقت مش هنستخدم اي Pull Up او Pull Down سواء السنسور او UR تقدروا يرسلوا داتا طبعا علشان مستخدمين Pull Up Resistor فهتكون الحالة الايدل في الباس هتكون هاي علشان اي ديفايس او سنسور او UR تقدر يرسل او يستقبل داتا لازم يخلي حالة الباس والديفايس التاني هيعرف ان فيه داتا ترنتسميشن موجودة على الباس بعد ما خلصنا الترنتسميشن نرجع تاني للحالة الايدل بحيث ان السنسور يعرف ان مفيش اي داتا موجودة حاليا على الباس ويقدر بعد كده يرسل لنا الداتا علشان نقدر نعمل كومنيكيشن مع السنسور لازم نتابع ثلاث خطوات الخطوة الاولى هتكون Initialization وفي الخطوة دي هنبعت Pulse والسنسور هيعمل لنا ريسبونس عليها والرسبونس دي هنعرف ان السنسور موجود لو ما حصلش اي رسبونس ففي الحالة دي هنعرف ان مفيش اي سنسور موجودة على الباس لو عملنا initialization ولقينا فعلا ان فيه سنسور موجود هنرسله روم كوماند الروم كوماند تتعامل مع الروم ولو حبينا ان احنا مثلا نقرأ الروم فلازم بعد كده بنرسل لها read data بعيث ان هو يعرف ان احنا نقرأ data فيرسل لنا الداتا طبعا كل الخطوات دي بتتم من الماستر اللي هو المايكرو كنترولر والسنسور بيكون دايما في حالة او بيكون معمول له configuration كسليف دايما فعلشان نحن نقرأ data فلازم نرسله كوماند ان احنا عايزين نقرأ data ونسل له bytes وبعد في حالة idle وهو هيحط لنا الداتا على bytes او data اللي احنا ارسلنا هالو الخطوة الثالثة هنرسل function command على سبيب المثال ممكن يكون convert وفي الحالة دي هيبدأ السنسور انه هيقرأ درجة الحرارة ويعمل لها conversion lead digital طبعا ممكن بعد كده نرسله read وفي الحالة دي هنرسل برضو مع bytes فاضية بحيث ان السنسور يحطلنا فيها data اللي احنا عايزين نعمل لها read على سبيب المثال خطوة الانيشاليزيشن زي ما قلنا بلكده بيكون فيها reset pulse والبالس دي بتستهرج time معين او لها وقت معين وبعد كده بنرجع تاني للحالة لو ما كانش فيه اي سنسور فهيكون الوضع idle والميكرو كنترولير هيستقبل كذلك ال data اللي هو ارسلها فهيعرف ان ما فيش اي سنسور لو كان فيه سنسور موجود على single wire bus فهيعمل لنا حالة bus طبعا في الحالة دي هنرسل data ونستقبل data في نفس الوقت ونشوف ال data اللي احنا استقبلناها للاقيها مختلف عن اللي احنا ارسلناها فده معناه ان فيه سنسور على البص وعمل خلى البص حالته تبقى لو هنعرف بكده ان فيه سنسور موجود الخطوة الثانية ذي ما قلنا ان احنا هنرسل روم كماند والروم كماند دي بتتعامل مع الروم واللي هي اربعة وستين بيت في عندنا هنا خمس روم كماند ومنهم سيرش كماند والسيرش روم دي في حالة بوجود اكتر من سليف او اكتر من سنسور على البص وعايزين نعمل ايدنتفيكيشن لهم بحيث ان الماستر يقدر يعرف فيه كام ديفايس موجود على البص ريد روم ودي بتكون في حالة ان احنا عندنا ديفايس واحد موجود على البص وبنبعث له ريد روم فبيبعت لنا مباشرة الايدي بتاعه او الاربعة وستين بيت اللي فيهم الادنتفيكيشن بتوعه وطبعا دي بنستخدمها في حالة وجود سنسور وحيد فقط على البص او ديفايس واحد موجود على البص لو كان فيه اكتر من ديفايس كلهم هيبدأوا يبعتوا في نفس الوقت ومشان يقدر نحدد ايه الداتا اللي احنا استقابلناه عندنا كمان فيه ماتش روم والماتش روم دي في حالة ان احنا عندنا اكتر من ديفايس وعارفين الايدي بتاع كل ديفايس فنقدر نخاطب ديفايس معين والديفايس التانية مش هيشاركوا فيه ويكونوا في حالة ايدل عندنا كمان هنا فيه السكيب روم والسكيب روم ده في حالة ان احنا لو مش عايزين نتعامل او نرسل اي روم كماند فهنرسل سكيب روم وكل الديفايس اللي موجودة على البصد هيستقبلوا الكماند ده في نفس الوقت ويعرفوا ان ما فيش اي روم او ما يش هنعمل اي داتا خاصة بي الروم اخر كماند اللي هو الارم سيرش وفي الكماند ده بنستخدمه لو احنا عايزين طبعا بنكون حددنا التي هاي والتي لو بتاعت الالارم ونقدر نعرف ايه الديفايس اللي موجود حاليا في حالة الارم طبعا الكماند ده بيكون مشابه لي السلش روم بس فقط اللي بيرود هو اللي حصل او اللي بيكون عنده حالة الارم بالنسبة لي الفنكشن كماند فيهم جزئين الجزء الاول الخاص بال temperature conversion وده بنرسل convert وده طبعا المستر ممكن يرسله لي كل السليفز اللي موجودة على البس ويبدأوا فيه عملية ان هما يقروا temperature ويبدأوا يعملوا لها عملية conversion لديجيتال في الجزء الثاني هنا عندنا المجموعة الخاصة بالتعامل مع scratchpad وده زي ما قلنا عبارة عن ram memory لو حبينا ان احنا على سبيب المثال ان احنا نخزن او كتبنا فيهم data وحبينا ان احنا ان داتا دي تفضل موجودة فلازم ان احنا نخزنها في e-prom في عندنا اول command اللي هو read scratchpad بيرسل لنا كل ال data اللي موجودة في scratchpad بما فيهم CRC اللي هو اخر byte لو كتبنا قيمة او اي حاجة في scratchpad هنقدر نكتب فقط bytes 2 و 3 و 4 وهم خاصين ب t-high و t-low ودولة الخاصين بال alarm وكذلك نقدر نعمل write configuration adjuster اللي بنحدد من خلاله resolution copy scratchpad ده بينقل ال data اللي احنا كتبناها ل e-prom بحيث نحن لما نعمل power on مرة تانية ال data تنتقل من e-prom وتروح لمكانها في scratchpad عندنا كمان recall e-prom والcommand نفتخدم ان نقدر ننقل ال data طبعا مش في الحالة دي لو احنا كتبنا data ونقلناها e-prom فممكن نكتب data جديدة في scratchpad لكن لو حبينا نسترجع ال data القديمة اللي موجودة في e-prom ممكن نعمل recall او ان احنا ممكن نعمل power on أو power off بعدين power on وال data automatic اللي هتنتقل من e-prom لل scratchpad فال recall ويغنينا عن الخطوة دي وانحنا ممكن ننقل data مباشرة من غير ما نعمل power off power on وال data تنتقل مباشرة لل scratchpad واخر function command اللي هو read power supply وفي الحالة دي السنسور بيقول لنا power supply mode بتاعه سواء normal او اللي هو external power supply او بيكون parasite powered مباشرة علشان نستخدم او نعمل interfacing للسنسور عن طريق UART عندنا هنا 9600 طبعا هذا نستخدمه فقط في حالة هنبعت F0 طبعا يتبعت LSB في الاول فهنبعت على سبيل المثال كان idle ويكان high طبعا وبعدين هنبعت اول جزء اللي هو اربع اصفار فالحالة دي هكون فيه اربع بيتس هنا قومتهم بصفر وبعدين البيئة هي قومتهم بواحد او كلهم سيبقوا بف طبعا هنا الجزء ده معناه انه فيه سنسور على البص ويخلى حالة البص فهنرسل فالتاقل F0 فهنرسل فالتاقل نحن بذيه من خلال فالتاقل فالتاقل قيم من 50 لفرص البيئة بسم كان 9000 بذيه بس فقط البيئة سأخرى طبعا عندنا هنا read time slot وده في حالة ان احنا لو حبينا نقرأ داتا من السنسور على سبيل المثال لو احنا ارسلنا له convert command ويبدأ انه هو يقرأ او يحول درجة الحرارة الديجيطال وبعدها بشوية ننتظر لحد ما الconversion ينتهي وبعد كده هنقدر ان احنا نقرأ الداتا اللي هو حوله على سبيل المثال زي ما قلنا ان الدرجة الحرارة تكون في اثنين بايتس لو حبينا نقرأ الاثنين بايتس دولات فبنبعد لكل بت بنبعد بايت كامل على سبيل المثال لو احنا نقرأ بت واحد فبنبعد بايت واحد كمتو بف اف ام طبعا لو قرنا تاني اف اف فمعناها ان البيت اللي احنا او اول بيت في الداتا بتاعتنا كمتو بواحد لو استقبلنا الداتا كانت اف اي او اقل من اف اي فمعناها ان البيت اللي هو الاولاني كمتو بي صفر طبعا لو حبينا نقرأ بايت كامل فهنبعد تمانية بايتس وكل بايتس في الحالية سنتضح على الحالة البيت الموجود في الحالة اللي هنقرأ كثلك الحال لو حبينا نقرأة احنا نقرأة عدة او لو احتفالا هنقرأة على上 اللي هو الاول安ق لو سنتضح عدة 8 بايتس وكل بايتس من ال8 دولات سنتضح على ثابتب نقرأ بايتس متل وهنا احتفالهم لم يرح settle نقرأ نقرأة عدةAAAA هنقررات لZero او هنقررات لواحد لو حبينا نعمل write لزيرو على طبيب المثال في البيت الاولاني الموجود في البيت اللي احنا عايزين نعمله write فهنرسل زيرو وطبعا في حالة الRX طبعا هنا هكون كميتها زي ما احنا ارسلناها والسيمسون مش هيرد علينا هو فقط هيشوف ايه اللي احنا ارسلنا له وهيكتب البيت المقابل اللي احنا ارسلناه وطبعا زي ما اقولنا ان الداتا بنرسلها اولا ال least significant bit بنرسله اولا وبعدين most significant bit دلوقتي هنفتح برنامج true studio ونشوف المثال اللي موجود معا زي ما تعودنا طبعا في الدزاين بتاعنا بيكون عندنا ثلاث خطوات الخطة الاولى بنعمل عملية الانيشاليزيشن ودي بنعمل فيها الانيشاليزيشن للCPIO و ال u r to y بعدين l dm a tx و rx بعدها بعد ما خطوة او بعد ما عملنا انيبل الانترابس بنعمل بنعمل انيبلز ل l u r to y dm a وفي ال infinite loop بنعمل نعمل اكسيكيوشن للperiodic task هنشوف اول حاجة الconfiguration الخاص بالجي بي ايو طبعا زي ما قلنا انيحنا نستخدم بن واحدة بس اللي هي tx ال rx مش هتكون مستخدم وفي الحالة بتاعتنا السنسور موصلينه بال بن pc12 طبعا عشان مستخدمين البورت c هنعمل الكلوك الخاصة بي البورت c ونختار ال alternate function mode وهنختار طبعا مهم هنا نختار open drain ونختار speed نختارها هنا medium و كذلك مهم انيحنا نختار no pull up لو اختارنا pull up فمعناه انه هيكون فيه voltage هيطلع من الماكرو كنترولر وده ممكن يعمل short circuit على البس الخطوة الاخيرة هنختار alternate function رقم 8 ودي الخاصة ب urt نرجع ثاني ل main function ونشوف configuration الخاص ب urt 5 urt 5 زي ما قلنا نستخدم tx ودي اللي موصلينها بالport c بن رقم 12 هنعمل enable الكلوك الخاصة بال urt 5 ونختار oversampling mode و data size نختار 8 bits 1 stop bits و 1 start bits هنختار هنا 1 stop bits ونختار 3 sampling bit method وفي الاخر خالص وده مهم جدا نحن نختار single wire half duplex mode نرجع ثاني ل main function ونشوف configuration الخاص ب dma في حالة tx طبعا هنا نستخدم urt 5 tx وده هيكون مرتبط dma1 stream 7 والشانل الخاصة بهم او اللي بتربط ما بينهم هي channel 4 هنعمل enable dma وزي ما شفنا قبل كده ان احنا لازم نتأكد ان dma معموله disabled قبل ما نبدأ نعمل عملية configuration هنختار channel من الرقم 4 ونختار priority stream وكذلك direction طبعا في حالة tx فالdata هتنتقل من memory وهتروح هنختار size and memory هيكون byte او 8 bits وهنختار fifo وهنختار وهنختار طبعا في حالة ان احنا هنقرأ data من الpreferral هيكون الادرس ثابت ولكن هنقرأ الادرس الممول بفر ونقرأ enable transfer complete interrupt وفي النهاية هنحدد الادرس UART 5 ك الpreferral الخاص ب دم ننتقل دلوقتي الجزء الخاص ب rx معناها ان الادرس تنتقل من الممول بفر رx يتوصل ب dma1 stream 0 عن طريق channel رقم 4 ونقرأ enable dma clock وكذلك نتأكد ان الستريم قبل ما نبدأ نقرأ الانفجريشن هنختار channel رقم 4 ونختار priority ودريكشن هيكون من الpreferral للمموري اللي احنا عايزين نقرأ data من الpreferral هنختار كذلك size المموري والpreferral 8 bits ونختار الفيفو والترشهول الفيفو بفر وطبعا زي ما قلنا ان الانكريمنت فقط هيكون للمموري اما البرفرال فالادرس هيكون fixed هنعمل enable transfer complete interrupt وهنكتب الادرس البرفرال في البرفرال address register نرجع ثاني الـ main function وعندنا هنا خطوة enable وده هنعمل فيها enable UART وبعدين enable Transmitter receiver وده هنعمل enable لما هنبدأ نرسل او هنبدأ نستقبل نرجع ثاني الـ main function وعندنا هنا periodic task فنكشن اللي هكون موجودة في الـ infinite loop واللي هتم تنفذها periodically هنروح الـ function process وهنشوف اول حاجة عندنا هنا هنبعت reset pulse وزي ما قلنا ان احنا عشان نقدر نعمل communication مع sensor عندنا ثلاث خطوات الخطوة الـ initialization وبعدين نرسل روم command وبعدين نرسل روم command ونرسل روم 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 أول حاجة كما قلنا ان احنا بنا لدينا اثنين باوادرات مختلفين واحد يكون في حالة Resetbulk والبااودرات Who روم 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 يفضل ان احنا نعمل الـ disable لـ UART بحيث انه يمنع اي دات او يمنع الـ generation بتاع الـ clock طبعا الـ bauderate زي ما قلنا 9600 ونطبق فيه المعادلة اللي احنا عارفينها نطلع قيمة الـ user def وقيمة الـ user def هي اللي هنكتبها في الـ bauderate register بعد ما خلصنا عملية الـ bauderate هنعمل الـ enable مرة تانية لـ UART وهننتظر لحد ما يكون الـ Transmission buffer empty بحيث ان احنا نقدر نكتب فيه data يتعمل لها Transmission هنرسل الـ reset command وهو reset command هو F0 هي بعد الاول 40 وبعدين 4F وننتظر لحد ما يتعمل Transmission complete ونقرأ طبعا الـ data اللي هنستقبلها تكون في نفس الوقت هي اللي اتبعتت ولو حصل لها تغيير لو احنا قرينا قيمة الـ rxd ولعناها مختلفة عن الـ F0 اللي احنا بعتناها او كانت مختلفة عن السفر فمعناها ان فيه sensor موجود على البص ويتعمله detection هنرجع تاني قيمة الـ powd rate للقيمة اللي احنا نعمل بها communication وهنقدر من خلالها نرسل الـ run command والـ function command والـ powd rate هيكون في الحالة دي مية وخمسناشر الف ومتين ونطبق فيه المعادلة وهنطلع قيمة الـ useRtDef وقيمة الـ useRtDef هنكتبها في الـ powd rate وبعد كده نعمل enable مرة تانية لـ urt هنرجع تاني للـ process function ونشوف الخط اللي بعدها طبعا بعد ما شفنا هل حصل detection او لا لو كان حصل detection هنبدأ الخطوات العادية لو ما حصلش detection وما كانش فيه sensor هنعمل turn on للـ redlet وده هيكون indication ان فيه failure او فيه sensor ما تعملوش detection وفي الحالة دي هنعمل reset to temperature بنعمل لها invalidate بحيث ان احنا لو اي data قريناها قبل كده نعمل لها invalidate ونعرف ان ما فيش اي data جديدة هنرجع تاني في حالة ان احنا عملنا detection هنعمل turn on للـ greenlet ودي معناها ان احنا عملنا detection بنجاح هنرسل اول حاجة temperature convert هنروح نشوف temperature convert command وده عبارة عن اثنين command مع بعض اول command سيكون خاص به ROM وده اللي هو skip ROM وده عبارة عن ان احنا مش عايزين نتعامل مع ROM وبعد كده هنرسله temperature convert طبعا الـ convert طبعا الـ convert الكود بتاعه هيبقى 44 هكس وبنبعد الـ least significant bytes الاول وده عبارة عن byte array فهنحط قيمة الـ least significant bytes في الاول هنرجع تاني للـ process وهنا زي ما قلنا ده عبارة عن اثنين bytes هيترسله وربعة وهنستخدم في الحالة دي الـ function Transmit ولو رحنا للـ function Transmit هنشوف ان الـ function دي هتستعمل الـ DMA هنا طبعا هيجلنا الـ command وهيجلنا الـ size بتاعه هنكتب الـ command في memory address register وده الـ data هتتنقل منه وتروح لـ data register الخاص بـ UART هنحدد طبعا الـ size بناء على command size ونعمل clear لـ Interrupts flags الخاصة بـ DMA وعندنا هنا خطوة مهمة جدا ان احنا طبعا ان احنا في الحالة دي ارسلنا data من غير ما يكون DMA ارسلناها لما كنا عملنا reset في الحالة دي هيحصل ان فيه request من الـ UART لـ DMA هيتعمل له pending لان الـ DMA ما كانش active فاول ما هنعمل enable الـ DMA هيلاقي الـ request اللي معمول له pending فهيبدأ ينفذه فعلشان كده نحن هنعمل disable DMA مع UART وبعدين نعمله enable مرة تانية بحيث ان احنا نلغي او نمسح أي pending request كان عملها UART و DMA ما كانش active في الاخر نعمل نعمل DMA و نبدأ يكتب الـ UART و تعمل لها Transmission و أول ما خلص سيأتي الـ interrupt الخاص بـ Transmission و انترابت لا يوجد اي حاجة غير ان احنا نعمل clear الـ interrupt سنذهب الـ process function و نرى الخطوة اللي بعدها طبعا ارسلنا الـ convert command طبعا بعدها لازم ننتظر قبل ما نطلب درجة الحرارة لازم ننتظر الـ conversion time واللي كانت كنته بـ 750 ميلي سنة هنبدأ ثاني sequence من الأول زي ما قلنا الـ initialization و بعدين روم و هنا ارسلنا الـ روم و بعدين الـ هنبدأ ثاني الخطوات من الأول هنرسل reset وبعدين هنعمل هنا transmission لـ data اللي موجودة او بركة الحرارة و قبل ما هنبدأ نقرى هنعمل enable dma receive بحيث ان احنا اول ما هنبدأ نعمل transmission و يرد علينا هيكون dma جاهز ان هو يستقبل فمهم جدا ان احنا نعمله enable الاول قبل ما نبدأ نعمل عملية و هنرى receive function طبعا زي ما اعرفين هنتأكد ان stream عمله disable معناها ان هو stream اللي قبله انتهى وما فيش اي stream active حالين عندنا command بتاعنا ده هنحطه في memory وده المكان اللي هيتخزن فيه data طبعا ده بفر عادي بنفس الحجم data اللي احنا احنا نستقبلها و size كذلك هيكون عبارة عن 2 bit او 4 bit على اساس ان احنا نرسل command وهنرسل معهم data هنرسل معهم 2 bytes و هنعمل clear الانترابت فلاج الخاصة وفي الخطوة ده كذلك لازم نعمل disable و بعدين نعمل enable مرة تانية علشان نمسح اي dma pending request من البريفرال لما ال dma ما كانش اكتف و هنعمل enable dma stream الخاص بالreception هنروح تاني ال process و عملنا هنا او هنا عملنا activation ل dma انه هو يكون جاهز لاستقبل ال data اول ما هنعمل transmit هيبدأ السمسور يرد علينا فيكون dma جاهز انه هو يستقبل ال data هنا هنعمل transmit temperature و زي ما قلنا انه احنا عملنا قبل كده ال receipts فلازم هنا هنبعد روم و هنبعد روم هنبعد روم و بعد كده هنرى scratch read طبعا scratch pad زي ما قلنا انه فيها اول اثنين بايت فيهم درجة الحرارة فلازم بعد كده هنرسله اثنين بايت و السنسور هنرسلهم كلهم كميتهم و السنسور هيحط لنا فيهم ال data الخاصة بدرجة الحرارة اول ما درجة الحرارة سيخلص سيخلص ال data و سيكون سيتم ال 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 الانترابت دا وبعدين هنأخذ سيت هنا للفلاج temperature data received في الprocess function اول ما هنشوف ان temperature data received تعمل له set او كمتو ما بقيتش بصفر فهنخلي كمتو بصفر تاني بحيث ان احنا نعمل له reset وعندنا هنا temporary variable هنخزن فيه درجة الحرار اللي احنا استقبلناها طبعا استقبلناها في temperature data ودي عبارة عن byte array طبعا هنشوف هنا الاري اللي موجود فيها اللي احنا استقبلناها من السنسور ودي هتكون عبارة عن 16 byte وكل byte فيهم بيعبر او بيدل على قيمة byte معين في temperature data temperature data زي ما عارفين 16 byte وداتا اللي احنا استقبلناها 16 byte فكل byte هيقبلوا byte في temperature هنشوف قيمة byte اللي احنا استقبلناها لو كانت قيمته بواحد هنحط اخر bit في temperature variable اللي احنا هنحطه بواحد ولو كانت قيمته بصفر هنعمله shift مباشرة والقيمة بتاعته طبعا احنا خليناها بصفر وهتبقى بصفر طبعا هيكون هنا اخر bit هنعمل shift shift لحاجة دم اخر bit هيكون هو least significant bit مرتان بعد ما استخرجنا درجة الحرارة هنسمها على 16 علشان نحويلها ليس لدي وطبعا هنا هنستخدم float علشان يدينا الجزء الفركشن كده يكون البرنامج بتاعنا كمل ونقدر دلوقتي نعمل build للبرنامج وبعد ما نخلص عملية build هنعمل turn on للdev board وبعدين نعمل program chip علشان نقدر نشوف درجة الحرارة السمسور بعدها هنستخدم برنامج STM studio طبعا ده برنامج جميل جدا من شركة ST ومن خلاله نقدر نشوف اي variable موجود في binary image بتاعتنا في الريال تايم في الاول هنا هنعمل import طبعا هنحدد له مكان الexecutable فايل بتاعنا وهيظهر لنا هنا data او الvariables كل الvariables اللي موجودة في الexecutable فايل هنختار هنا current temperature وده كان بfloat زي ما شفنا وهنعمل له import وبعدين close وعندنا هنا الdisplay بتاعتنا فيه ممكن نختار display اما curve او bar او table هنختار table على سبيل المثال ونعمل drag له الvariables ده ونحطه في الvariables اللي هيتعمل لهم ديسبيلي هن دلوقتي ممكن نقدر نعمل run وزي ما احنا شايفين درجة الحرارة جتلنا هنا قيمتها 24 درجة selected ام لو حبينا ان احنا ممكن نعمل curve على سبيل المثال فشايفين هنا كذلك ان درجة الحرارة بتيجي مباشرة في الريال تايم لو حبينا نزود درجة الحرارة شوية ممكن نحط ادينا على السمسور وهنشوف هنا ان درجة الحرارة بتزيد كومتها بتزيد ممكن نرجع ثاني لالتابل عشان نشوف كومتها ادي ايه بالضبط هنا كومتها وصلت لـ 29 و 8 و 9 و 10 حبينا نشوف شكل داتا اللي جاي لنا هنستخدم الـ logic analyzer نتأكد هنا ان الاناليزر بتاعنا single wire وطبعا هنعمل trigger ونعمل start هيبدأ يجمع الـ data زي ما شفنا هنا اول حاجة عملنا reset pulse وجاء لنا response طبعا الـ reset زي ما قلنا ان الـ line كان في حالة idle وابعتنا reset byte بتاعنا كان F0 فبعت الزيرو الاول ليس significant bits الاول وابعتين السمسور في المكان ده رد علينا اللي هو في present فنبعت reset ونرى الـ data اللي احنا بعتناها لو لانها مختلفة عن F0 فهنعرخ ان فيه sensor موجود بعد كده ده طبعا ابارة عن sequence كامل في حالة ان احنا عايزين نقدر نقرد data او نعمل convert command فلازم بنبعت skip rom طبعا زي ما قلنا خطوة initialization وتاليها خطوة rom command هنبعت skip rom ومعناها ان احنا مش عايزين نتعامل مع rom او مش عايزين نرى او نكتب اي data وبعدين هنرفل هنا الـ command طبعا الـ read data فكانت عمل قبله عملية convert هنشوف اللي بعده هنبعت هنا الـ reset و الـ escape rom ويعندنا هنا الـ 44 ودولة الخاصين بـ convert command اول حاجة ارسلنا الـ reset pulse ويجالنا الـ present من السمسور وبعدين ارسلنا روم command و بعدين ارسلنا function command وده معناه ان السمسور هيبدأ في عملية الـ conversion. بعدين هنبدأ الـ sequence ثاني. طبعاً لازم هنا ننتظر الـ 750 ملي ثانية الخاصين اللي هم الـ conversion time. وبعدين بعد ما ننتظر هنبدأ ثاني نبعت reset pulse ثانية. وبعد ما نبعت reset pulse ثانية هنبعت rom command و function command. هنا شاهدنا reset pulse ويجالنا الـ present. وبعدين الـ skip rom command. الـ data هنا. الـ command ده خاص بـ read data. وارسلنا له طبعاً احنا نقرأ اثنين بايت. فارسلنا له هنا اثنين بايت. طبعاً كل واحد فيهم بايت. فارسلنا له 16 بايت. بعيد ان هو هيحطن. لو احنا نقرأ اثنين بايت. هيحطن قيمة كل بت من البيت اللي هو هيرسلها في بايت كامل من اللي احنا ارسلناه. فهنا دولت عبارة عن تمانية بايت. كل بايت منهم اما بتكون قيمة بصفر اما تكون قيمة بواحد. وكلهم بيدلوا على ان البيت الاولاني في الـ temperature هيكون C4. والبيت الثاني هيكون قيمة بواحد. طبعاً لو حبينا نحسب درجة الحرارة. هنكتب الـ data لدينا هنا عندنا C4hex. والبيت اللي بعدها كان قيمته بواحد. ودي طبعاً قيمة الـ hex code الخاص بـ temperature. هنقسمه دلوقتي على 16. والمفروض انه يدينا درجة الحرارة بالـ Silesius واللي هي قيمتها بـ 28 درجة سيليزيس. بكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة. والى اللقاء ان شاء الله المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.